يشمل سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله برعايته حفلة تسليم كأسي وجائزة سمو ولي العهد لسباق الخيل الموسم الرياضي 2017-2018 والذي يقيمه نادي الصيد والفروسية وقد أناب سموه حفظه الله محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح لحضور الحفل في تمام الساعة الخامسة وذلك من مساء يوم غادين الاثنين في مقر النادي اشتركوا في القناة